البولوس ورسمي الأول وإيماني وآناتي ومحبتي وصبري الاتهادات والآلام التي أصابتني في أنطاقية وإيقونية والاسترة جميع الاتهادات قد احتملتها ومن جميعها أنقذني الرب وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون ولكن الناس الأشرار الخدّاعين سيتقدمون في الشر بالأكثر ضالين ومضلين وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته عارفا ممن تعلمت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون رجل الله مستعدا سابتا في كل عمل صالح أنا أشهد أمام الله ورب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته اكرز بالكلمة اعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ عز انتهى بكل آنات وتعليم لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون آزانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات وأما أنت فاستيكز في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر تمم خدمتك فإني أنا أيضا سوف أنتقل ووقت حلالي قد حضر قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل وليس لي وحدي فقط بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا أسرع أن تأتي إلي عاجلا لأن ديماس قد ترقني إذ أحب العالم الحاضر وزهب إلى تسالونيك وكيريسكس إلى غلاطية وتيتوس إلى دلماطية ولوكا وحده معي خذ موركوس وحضر معك لأنه نافع للخدمة أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفاسوس والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس أحضرها متى جئت مع الكتب أيضا ولا سيما الركوك إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازه رب حسب أعماله فهذا احتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالي جدا في احتجاج الأول لم يأتي إلي أحد بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم ولكن رب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم فإن كست من فم الأسد وسينجين الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي هذا الذي له المجد إلى ظهر الظهور آمين سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت أونيسي فوروس أرستوس بقى في كورنسوس وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا بادر أن تجيء قبل الشتاء يقرأك السلام أفوبولوس وبوديس ولينوس وأقلودية وجميع الأخوة الرب يسوع المسيح مع روحك النعمة معكم آمين نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آبائي وإخوتي آمين اشتركوا في القناة